نشر رئيسي لأحوال الطاقس تأتيكم مباشرة من قنوة الشرق مشاهدينها بكم من جديد إذن خلال صباحة الغد بإذن الله الوضعية الجوية تبدأ تستقر نوعا مع لاها داع المناطق الشمالية الشرقية إن شاء الله نلاحظوا تشكل بعض الضباب الخفيف إن شاء الله مع بعض صحب سفلة لحدزول تدريجيا خلالها الغد بإذن الله لدينا أجواء أيضا من صفزة عموما إلى قليلة الصحب تقدر تخلي سماع موهشة جزئيا على الولايات الشمالية الوسطى وأيضا الغربية عندنا أيضا عبور لبعض الصحب إن شاء الله من النوع العالي والمتوسط تستهم كل الأطلس الصحراوي وحتى الجنوب الكبير خلال الظاهرة إن شاء الله هذا الضباب كان خلال صباحة على المناطق أو على السواحي الوسطى وأيضا شرقية الحزول تدريجيا خلال نهار الغد بإذن الله ونلاحظوا أن الأجواء رح تكون مستقرة نوعا ما من صفيا تدخللها يعني فترات من الصفاء إلى معاشرة جزئيا غائمة فقط في بعض الأحيان على بعض المناطق الشمالية للوطن تستقر أيضا على الولايات الشمالية الشرقية اللي إن شاء الله تعود تولي بإذن الله في أواخر النهار الوضعية الجوية الغير مستقرة يعني عبور بعض الصحب تكون كتيفات خلال سماع غائمة في بعض الأحيان إذن على الجنوب الشرقية أيضا مرتفعات الهجار والتسلي حتى الأقصى الجنوب مرورا بأباليسان لاحظوا تشكل الصحب مع رعود منعزلة موسمية إن شاء الله على كل من إليزي جانات تمن راسات وحتى على منطقات عين قزة إذن لدينا أجواء مستقرة وصفية عموما تهم وسط صحراء الجنوب الغربي وحتى منطقات الواحدة واسعة وبعراملية إن شاء الله موسمية تبقى دائما تنشط على منطقة الواحد وحتى على صحراء الوسطى عراجع لرياح نوعا ما تبقى دائما قوية نسبيا وحتى على مناطق السحلية درجات الحرارة دنيا خلال صباحة الغد بإذن الله على مدن الهداب العليا حين سجون ما بين 8 حتى العشر درجات عدنا 11 درجة على مناطق الداخلية مشرق حتى الغرب مرورا بالوسط كما لمسيلا بسعدة أيضا عين والسرع حتى مليانات 13 درجة على مناطق السحلية 14 حتى 16 على أطلس الصحراوي عندنا 18 حتى 19 درجة على كل الجنوب الغربي للوطن في وسط الصحراء عندنا 25 درجة 24 لإليزي 27 في جانت 29 في تامن راسعة 21 لأدرار وأخيرا عندنا 33 درجة على أقصى الجنوب الجزائري خلال الظاهرة درجات الحرارة القصوى إن شاء الله رح تعرف ارتفاع نقدر نقل عليه ارتفاع محسوس هذا راجع لتيارات هوائية جانبية غربية إن شاء الله رح تهم الولايات الغربية هذا الارتفاع رح يهم الولايات الغربية وحتى الوسطى ونحن سجل 27 درجة إن شاء الله لسواحل الغربية للوطن 29 درجة جزائي العاصمة ودواحيها 30 درجة على كل من المناطق الداخلية الغربية تقدر توصل حتى 32 أو 33 درجة على بعض المناطق الداخلية كما شلف وحتى غليزان لدينا 25 درجة لنعامة وحتى البيض 24 درجة على المناطق الشرقية للوطن الساحلية منها وحتى داخلية 21 درجة على باتنا سطيف باركة أيضا وحتى تبسة 31 لكل من بناء عباسة بالبالة وحتى على بشار 32 درجة في شمال صحراء كما مثلي لزلفانة بونورا وحتى بريان 33 درجة في تندوف 35 في منطقة الواحات كما البرماء في ورق لاتقورت حسيم سعود أيضا بيردر في الواد وبسكرة أيضا نفس المقياس نلقاهم جهة ترقان ولفتا منطيت وكرزاز وحتى تيميموناقل بولاية أضرار عنا 39 درجة في إليزي 36 في جانات 34 درجة في تامان راسد ورح تتراوح إن شاء الله ما بين 38 حتى 40 درجة كأعلى مقياس الأقصى الجنوب الجزائري هذا على كل من إنجزان برج بجي مختارتين زواطن وحتى تيمياوين الملاحة وسيدة البحرية اللي نغلغت بإذن لالبحة إن شاء الله راح يكون مضطرب على السواحل الوسطى إن شاء الله ومن قليل الإتراب لمضطرب في بعض الأحيان على السواحل الغربية وأيضا السواحل الشرقية للوطن الريحتة إن شاء الله تكون من شرقية إلى شمالية شرقية قوتها تتراوح ما بين 20 حتى 40 كم في ساعة السواحل الغربية من 30 حتى 50 كم في الساعة هذا من شرشل حتى إن شاء الله سواحل جيجل أما منجي جيل حتى للقلة فإن شاء الله سرعة الرياح راح تتراوح هذا المبين 20 حتى 40 كم في الساعة كالعادة ختم نشرها الجوية بالمعلومات الفلكية التي تهم الجزائر العاصمة وضوحيها لنهار الغد الأحد 8 ماي 2016 الشروق إن شاء الله سيكون في حول ساعة 47 دقيقة بعد الخمسة صباحاً الغروب 42 دقيقة بعد السبعة مساء www.showakonai.com meteo-juicisa-shuruk-tv هذه المعلومات الإلكترونية لاح تكون دائماً في الخدمة لأكثر تفاصيل في كل ما يخص الجو وحتى البيئة ليلتكم سعيدة ومشاهدنا متابعة طيبة مع بقية برامج الشروق في أمان الله